طبعاً الأوضاع بتزداد تدهوراً وسوءاً في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل تواصل اعتدائها على لبنان وفي الوقت ذاته تتوعد إيران بالرد على الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران على إسرائيل نحن عارفين أن إيران أطلقت على إسرائيل حوالي 180 صاروخ باليستي الهدف المعلن اللي ذكرته إيران وأعلنت أنها أنهت عملياتها أنها كانت بتسأر للقتلة الذين كانوا في صفوف إيران حلفائها في المقام الأول إسماعيل هنية بتتكلم عن أيضاً الصقر لفؤاد شكر حسن نصر الله وأيضاً استهداف قيادات حزب الله إحنا حتى هذه اللحظة واتكلمتنا في الموضوع ده الإسبوع اللي فات إحنا مش عارفين تأثير الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل البعض يبالغ البعض يهون ولكن إحنا مش عارفين على وجه التحديد مدى الخسائر التي أحدثتها هذه الضربات الصاروخية في العمق الإسرائيلي لا إسرائيل بتقول وإيران بتبالغ والحلفاء الدوليين لإسرائيل بيهونوا مما حدث ولكن إسرائيل تتوعد بالرد رغم أن إسرائيل هي التي بدأت بالعدوان إسرائيل تتوعد بالرد وهناك مشاورات أمريكية إسرائيلية حول تبيعة الرد الذي سوف تقوم به إسرائيل ضد إيران الكلام ده مش وليد الأمس ولا اليوم لكنه بقاله حوالي إسبوع فيه كلام كتير حوالين الرد الإسرائيلي الإسبوع الماضي صار جدل أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع إسرائيل في الرد على إيران فتؤدي إلى مواجهات شاملة تنزلق فيها المنطقة حتى ولو لم يريد أطراف النزاع التقارير بتقول أن أطراف النزاع مش عايزين حرب شاملة ولكن أحيانا الحروب تندلع على غير رغبة أطرافها التاريخ بيقول لنا كده والسياسة بتقول لنا كده بالأمس أو أول أمس كان هناك حديث تليفوني ما بين بين يمين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الحديث ده كان للمرة الأولى منذ شهر أغسطس احنا عارفين أن الكيميا اللي بين بايدن ونتنياهو مش مشى كويس صحيح أن ده لم ينعكس سلبا على دعم الولايات المتحدة وحلفاء الإسرائيل لكن واضح أن في انتقادات كثيرة لأداء بن يمين نتنياهو في حرب غزة اللي أكملت عامها واتساع نطاق الحرب ليشمل أيضا لبنان ما أفسح عنه من هذا الاتصال التليفوني أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تتفق مع إسرائيل على طبيعة الرد الولايات المتحدة لا تريد أن ترد إسرائيل بقصف منشآت نووية إيرانية لأن ده قد يؤدي إلى اتساع نطاق العمليات أيضا استهداف المنشآت النفطية الإيرانية وده أعلن عنه في حديث عابر لجو بايدن الأسبوع الماضي أدى لرفع أسعار النفط ورفع أسعار النفط ستدفع تمنه الدول المستوردة للنفط ومن بينها الغرب والولايات المتحدة أيضا دول الخليج أعربت عن تخوفها تجاه هذه المسألة وذي خارجية إيران زار الخليج كما زار لبنان يعني فيه تحركات دول الخليج مش عايزة الموضوع يتسع لأنه قد يطلها أيضا بصورة أو بأخرى وزير الدفاع الإسرائيلي سيتجه إلى واشنطن ومجلس الأمن المصغر أو المجلس العسكري المصغر في إسرائيل هو الذي سيقول رأيه في طبيعة وحجم واتجاه وتوقيت هذه العملية أو يفوض رئيس الوزراء ووزير دفاعه اتخاذ القرار طبعا اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط له عواقب وخيمة يعني قد لا نستطيع السيطرة عليها في ضوء وجود سلاح وميليشيات كثيرة جدا وأيضا تدهور أوضاع الدول التي على حفة المواجهة مع إسرائيل زي لبنان وأيضا التحديات الاقتصادية في الأردن والتحديات الاقتصادية في مصر وأيضا الموقف في سوريا يعني الموقف برمته لا يبشر بشيء إيجابي في حالة اندلاع هذه الحرب هل الولايات المتحدة كما يظهر في الإعلام في وسائل الإعلام الغربية هل الولايات المتحدة تستطيع أن تجبح جماح إيران وجماح إسرائيل في نفس الوقت في هذا التوقيت اللي هي مقدمة فيه على انتخابات يعني طبعا اتصالات بإيران بتتم من خلال وسطها لكن اتصال بإسرائيل اتصال مباشر الأمر التاني واضح أن ابن يمين نتنياهو يريد أن يستفيد من عمل الوقت في مزيد من إضعاف خصومه أو إحراز امتصارات قدام الرأي العام الإسرائيلي وهو وجه تحديات كبيرة عايز يعني يغير الدفع من ملف غزة إلى ملف لبنان رغم أن حزب الله طالب بوقف إطلاق النار وأعلن رغبته زي ما نتكلم كمان شوية لكن إسرائيل مستمرة في هذا الموضوع بالفعل هل تستطيع الولايات المتحدة أن هي تقول إسرائيل توقفي أو حديدي طبيعة الرد على إيران حتى لا تنفجر المنطقة يعني محدش عارف على وجه التحديد ولا سيما أن خبرة العام الماضي المواجهة ما بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة كان التأثير الأمريكي فيه احنا نشوفناه أكتر من مرة ولكن شوفنا أيضا تراجعات أمريكية في العلاقة مع إسرائيل إلى أي حد في فترة عصيبة جدا ودقيقة جدا قبل إجراء الانتخابات الأمريكية وفي الوقت الذي يزايد فيه دونالد ترامب مزايدة واسعة جدا على إسرائيل وعلى حقه في الدفاع عن نفسها حتى ولو أنهت القضية الفلسطينية برمتها وحتى إذا دخلت في حرب شملة ومفتوحة مع الآخرين إلى أي حد تستطيع الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن ونائبة المرشحة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة أن يكبحوا جماع إسرائيل وأن يستطيعوا أن يسكتوا أي اتجاه من جانب إيران لتوسيع نطاق العمليات حتى ولو كان إيران وإسرائيل ضد ذلك لكن لا أحد يعلم إلى أين ستقودنا رياح الحرب ترجمة نانسي قنقر